عساسة اليوم التلزة الوطنية والجامعة التونسية لكورة القدم يتفقوا على كل الاجراءات القانونية من اجل بث المباريات وفض كل الاشكالات المالية سي عبدالباقي بادرة طيبة الى حد الان نقوله عطينا السورة باللهي صح والكونترانت على النقل التلفزي سيئ امور منظمة وتفقوا على القديم امور منظمة الحمد لله اشكال وتحل اشكال وتحل ان شاء الله اشكاله تحل وان شاء الله في المستقبل ما تصيرش هالعوائق هذيه ولو اني انا اراني ضد احتكار البطول الوطنية من طرف المؤسات معينة حتى كي تكون مؤسات وطنية لانه طوالوقت هذي تحل فيه اللعب ولا تسوق ولات القنوات تشري معناها اذا كان حبه نطوره شوية كورة قدم انتي اعنا من بين اجراءات انه يجبنا نحلوا السوق ونبيعوا بطولتنا كما الناس كل تبيعوا معناها نحسنوها اولا نحسنوا الصورة متاع بطولتنا باش نخموا في تسويقها ان تكشوف بطولات اوروبية قعد تتبيع في قنوات عربية طبعا تدر اموال تتبيع في ساودية وتتبيع في دبي وتتبيع في قطر وتدر اموال طائلة على الاتحادات معناها الى متاه هذه حكاية حكاية احنا ندفعوا في الظو في تسكرت الظو من عرش نوع متاع التلفزة تعدين للماتشوات يخي التلفزة وقت الى حطه تسكرت الظو قالوا لك راي مش نعديه لك الماتشوات شرط من شروط التعاقد هذا مش نعديه لك برا مش تلفزيه برا فيها ماش ما فيهاش هذيك اموريان انا وبرمجتي معناها هذا ديمة هالخطاب المتخلف يجبو ان نتجاوزه اذا كانت خموا في تطوير بكورتنا يجبنا نخموا في تطوير المنشآت ثم تسويق هذه البطولة باكثر ما يمكن ان يضر عليها من عائدات باش تستفاد منها الانديا لانو هذا يدخل في اطار الكونفولسيون تا الاحتراف ما ينقعدوش الى التلزوله ثانية تعديا ما كايش منعديوش مع حبي وتقديري التلزوله ثانية راه دا كوردو احنا نقولو الحمد لله توبورلو مامو عالا قل عنا وينفرجوا في بطولتنا سايضامنين انو الامور ماشا في تجاهها ايجابي فضلا عن ذلك انو الاجرام تعليم والاتفاق اللي صار مع الاذاعة الوطنية زي تخرج المكتب الجامعي من مأزق اخر او كنشوفو امين المال موجود غديك هو رئيس الجامعة امين المال بالذات اشنو ادخل امين المال في الموضوع هذال يعنو ثم موضوع مالي بني الجامعة تعاني من المشاكل المادية والمعلومة اللي عمدي ما راش تأكد هالي واللي عندكش المعلومة سعب الباقي انو لاخر الساعات المنتخب الوطني التونسي ما عندوش الاموال باش يسافر الكوديفار الى حد الاتفاق مع التلفزة التونسية اللي مش تسبقته مبلغ للجامعة التونسية اللي يكون تقدم مش الجامعة ما عندهش فلوس الفلوس الرصيد الكبير للجامعة التونسية اللي يكون تقدم محتوط في كونتو بلوكي في بنك وطني مش في بنك خاص زادا في بنك وطني تحب نسميه نسميه بنك وطني شعنا فيه والاجراته جيد هذا رولي عملته الجامعة معنا حاطين فلوس بلوكي كونتو بلوكي اللي هي في حد ذاتها تخدم وتزيد الدخل لك فلوس وبعد بلوكي حسب لداتا اللي انتي عاملها في اتفاقيتك مع البنك وتجهب تجبد رصيد وتخليه الاخر معنا داخل في إطار العملية المالية للجامعة تونسية كورت قدم ألور الرصيد البلوكي مجيبش تحلو حلينو فيه ديدي لي وفيه إجراءات مش البنك تقول لك هيتفضل لو مش نحل دكوردو وبقية الرصيد براتيكمو اللي كيدي في تغطية خطايا ومستحقات بعض الانديات التونسية اللي نعرفوه ألور لليومة الفوندر الموم تاع المكتب الجامعي زيرو ميليون بريسك نحكيه على منتخب ومكتب جامعي ماشين هوم توا عندهم مدة هوم يبحثوا عن مصدر لتمويل الرحلة شنو رأوا التمويل هنا مش الإقامة هذك الكل داخل مع الكاف بريقل أما التوفير السيولة المطلوبة للمصاريف اليومية اللي هي في حدود بتاتر دسان دسان سيكنت ميل دولار معنا مش حاجة كبيرة بار صان دسان بتاتر صان سيكنت من عرش للطوارئ للمصروف اليومي من عرش يعني ننتظروا يا سيعاب الباقي قاعد ننتظروا في تصحيح كونتراع مع التلفزة الوطنية باش ديبلوكي السيطواشون المالية بتاع الجامعة التونسية لكلة القدم ايه اليوم صبت الأشراف هنا هي الجامعة هي الجامعة التونسية قاعدة تحاول عندها مدة في تقاشي سيغة متاع ديبلوكاج متاع الكونت موصلوش الحل مع البنك التجهول التلفزة باش تسبق لها البي دي جي متاع التلفزة كمؤتمنة على زادة ميزانية متاع بلاد متاع دولة مش فلوسة ايه باش تصرف كما تحب قالت لهم انا ما نجم نعطي فرانك الا ما نسوي العلاقة القايمة بين الجامعة والتلفزة في كل ما هو متعلق بالنقل التلفزي قديم وجديد وكأن التلفزة استغلت بالفرصة مش اشتغلت الفرصة انتي جاي طالب مني يسبق لك فلوس مش سبق لك فلوس واحنا ما ثمحت شي رابط بيناتنا رسميا وبيني وبينك نزاع ربما يقول الى القضاء حول العقود القديمة ليه سيعد بيقي ناشي نعطيك فلوس بتاع شنوه انا ما نجمش نعطيك سيعد بيقي ما اولاد تلفزة ولا لوزارة الشرافة ما اولاد تلفزة ولا لوزارة الشرافة ما والجامعة تقول لك انا انا المنحة اللي نمشي فيه لتوفير السيولة هذية هو فلوسي عندي فلوس فيرتويل مو موجودة نحاول ان انا اخذها نمشي ناخذها باش ان انا واحد ايه ولكن انا راني مش ان انا نمثل البلد في تظاهره اكيد جدا لو لم يصلوا ما وزارة راو كل واحد مش خرجلك فرانك توسي فريد يزم يكون مبرر بما في ذلك سلطة الاشراف اكثر من هكا تبرير المنتخب مش الكاس افريقية يوني مش ان التبرير عاطفي اهديك راو ليش عاطفي كي نحكيو عالتبريرات قانونية يرحم والديك طوى فلوس ما تمشي المؤسس المؤسس الا عبر قنوات قانونية مضبوطة يا عبدالبيقي قادش انا نعرف المنتخب بشي شيلك في الكاس افريقية هني قتلك هما قاعدوا يحاولوا جيسكو بولين وصلوا الحل اكيد انه لو كان ما وصلوش الحل اليوم للتلفزة اليوم كان تلو ما وصلوش الحل مع التلفزة اكيد انه كان يقع التدخل حتى من طرف رئاسة الجمهورية اصلا باش باش تسلك الوضعية سعاد الباقي يعني كما جات كان جات عندها سيولة الجامعة يعني ما يصيرش الاتفاق اذي مع التلفزة ها كما جاتش عند كان جات عندها سيولة ايه الوليه هو الاتفاق اذي لا لا يجب يتأجل خاطر انا نحسيت اللي الجامعة مشيت للتلفزة بشي سير الاتفاق اذيه على خاطرها مرقعتش في منت السيول ايه يا اخها كلاب اطل معنا كان تجم الجامعة اليوم كان ما وصلتش الى الاقتناع بالالتفاقية سيغة الاتفاقية مع التلفزة تجم تسكر ملفهم مع التلفزة وتمشي الى الوزارة والسلطة العليا في البلاد كلهم ما عنديش فلوس باش نغاد توفرون اما هما ما صحوا مع التلفزة الا ما قاوه سيغة الى الاتفاق تفاوض بارك الله سيواصف الاجلية القاضي ماش خصيص في القانون سيمين موجو معنا موحامي سي ابراهيم عبيد في المالية معنا ناس تعرفش تخاش تحكي وش تتفاوض مش نام بورتكي مش احكي مع الجامعة مش واحد مش هات الناس تفاوضوا وتفكوا طميو عنك التفاوض حتى حد ما يشك في الكفاءات اللي اللي قدامنا ليروا فيهم كيف ما قلت انتي بكلهم كفاءات عالية اما فقط معتها هوني تكثر التأويلات كما قال لك حمدي تقول التلفزة تستغل الفرصة انتي جيتني ممكن بوضعية متاع ممكن نملك اكثر شروط موقف التلفزة عنده سنوات هذك هو ولم يتغير هو احنا على كل حاج مش قبلة الشروط تفاوضوا وتفقوا على دي كريتير معينين ليسيب على كلها يا انا كنت يجيني ليلة السفر انا مسكرتلكش الباب انتي يجيني ليلة السفر وقلت لي هاي بنا نحكيه قلت تفضل نحكيه وصلنا الحال توميو يعني قلت كان ما تفاهموش التلفزة والجامعة اليوما مش تقعد لومور هكا دي ما تايميكي حل باب التأويل رو لا 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 تايميكي لا شيء اسمعي هدي هي 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 ربها ذرة النافعة هاوك عالقيه لأموها طبعا المنتخباتي والشامبيونابش نفرج فيها روما نقولش اني التلفزة استغلت الفرصة تعرف عليش لا لا ما قلقش استغلت حمدي قال حتى تأويل تأويل يناجمي عالملف مليح باش نقول وما استغلتش عليش باستغلتش لاني التلفزة هذك موقفها ثابت في المسهلة ما غيرتش من موقفها التلفزة عندها احترازات على صيغة العقد القديم وعال المبلغ ما تراجعتش التلفزة عندكش المعلومة قدش ولا المبلغ نذكره كان عشر مليلات هو دو شيفر ما نيش عارف هذا وين وهذا وين ترواء مليار ودو يدمي يظل ترواء في القديم فهمت ودو يدمي للعام هذي حسب ما سمعت وللتثبت فهمت المهم انا بالنسبة لي اوصله حل راه وكان ما وصلش الحل سيفاريد وقتها يقع التدخل خطر انت ترجع للسلطة في المسهلة هذية السلطة تقول لك هاو عندك ثنية هذي ثنية هذي ثنية هذي ومعناها اليوم اسي واصف ما وش ما وش رأسه وكي تعال تحت السكين باش اقبل نوع لانو حتى كان ما وصلش الحاجة التقنو المكتب الجامعي مش يرجع على السلطة للشراف يقول لها مثلا ما وصلش الاتفاق وشو في الحل هذا ما يمنعش اللي